المسلم إذن كما يعتمد على الكتاب وهو القرآن الكريم والسنة المبينة له وكما يعتمد على الوحي أحكاما ونصوصا ومقاصد وأسرارا يعتمد كذلك على القانون الكوني على السنن ومن لم يراعي هذه السنن فهو تاري كل الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس في هذه الآية الواحدة ذكر ثلاث منزلات قال أنزلنا الكتاب الميزان الحديد هكذا قال أنزلنا 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 فهو مجموع ما أنزل الله سبحانه وتعالى وفي سورة المائدة قال ومن لم يحكم بما أنزل الله من لم يحكم بالكتاب من لم يحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لكتاب الله تعالى من لم يحكم بمعنى لم يعتبر ولم يعتمد على القانون الكوني وعلى هذه السنن التي لا تظلم أحدا فهو مخل بهذا الحكم ومخل بما ينبغي أن يكون عليه من حيث صلاحه هو خيره وكذلك من لم يحكم بالحديد بمعنى لم يعتمد القوة المادية والموجودة الطبيعي في خدمة الحق وإقامة العدل فهو تارك للحكم بما أنزل الله من هذا الوجه المكلفون إذن هم مجموع من يقيمون شرع الله تعالى بالمنزلات الثلاثة بناء على الحاكمية الوجودية الكونية الخلقية فلا يجوز لإنسان أن يشرع التشريعا يخالف فطرة الإنسان ويخالف مصالح الإنسان